بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض البنوك بيدعي انه هو بيدلي العملاء 20% مقابل مدخراتهم وبياخد منهم بس 15% لو اخدوا منه قرد وطبعا في بعض الناس بتصدق الكلام ده وبيقول ان انا كده ممكن احط فلوس في البنك اخد عليها 20% وفي نفس الوقت اخد قرد بنفس قيمة الفلوس وادفع عليه بس 15% يبقى انا كده كسبت 5% طبعا من السزاجة ان احنا نصدق الكلام ده وكمان البنك مش بيستزاجة ان هو يخسر اللي بيحصل ايه في الحقيقة انه هو بيحسبك بطريقتين بيحسب العشرين في المية دي بطريقة وبيحسب الخمستاشر في المية دي بطريقة طبعا العشرين في المية سهل حسابها لانه هو بيديلك الارباح بتاعتك كل سنة فدي ما فيهاش مشكلة المشكلة بقى كلها اللي بتحصل فيه حساب الخمستاشر في المية وعلشان نفهم الموضوع كده ببساطة خلونا نشرح من خلال المثال ده كنا شرحنا في الفيديو اللي فاته الطريقةłych لحساب القميه القصد الشهري في معظم البنوك وشرحنا الطريقة الصحيحة لحساب القيهس الشهري واللي مشافش الفيديو ممكن ان شاء الله يتابعه من خلال الرابط اللي ظاهر اعلى الشاشة المهم كنا يعرفنا من الفيديو ده ان قميه القيهس الشهري في الحالة اللي احنا فرضناها دي ان انا واخد قرد قمتو 100 ألف وهدفع فوائد 15% كل سنة كنقصت على خمس سنوات فكنا عرفنا ان قيمة الاست الشهري بالطريقة اللي بيحسبها البنك هي 2917 وكنا حسبناها بالطريقة الصحيحة وعرفنا ان المفروض البنك ياخد بس 2379 طيب لو فرضنا ان هو المفروض ياخد 2379 لو كان فعلا معدل الفايدة السنوية 15% زي ما هو بيدعي انما طبعا اللي بيحصل ان هو بياخد 2917 طبعا هنحط اشارة نيجاتيف لانها فلوس هيدفعها العميل فانقول 2917 طيب السؤال بقى هنا احنا عايزين نعرف الفايدة الحقيقية اللي بياخدها البنك هل هي فعلا 15% ولا لأ طبعا هي اكيد مش 15% لان لو 15 يبقى انا المفروض ادفع 2300 بس مش 2900 طيب فاحنا عايزين نعرف قيمة الفايدة اللي تخليلي القص الشهري مساوي للقيمة اللي ادعاها البنك اللي هي 2917 طبعا فيه فانكشن هنا مهمة جدا هنتعلم دلوقتي ازاي نستخدمها بس ببساطة لو احنا هنحسبها بطريقة يدوية هنفضل نزود النسبة دي لغاية ما الرقم دا يتساوى مع الرقم دا فلو هنعملها بطريقة يدوية كده هخلي ال 15 دي 16 لقيت الاست زاد بقى 2400 لسه مازال ما وصلش لل 2900 طب نزود اوه كده ونخليها 20% قيمة الاست وصلت 2600 لسه برضو ايه ما وصلتش 2900 يبقى احنا كده ممكن نزود واحدة واحدة لغاية ما الاتنين يتساوى مع بعض او ان احنا نستخدم فانكشن اسمها جول سيك فالفانكشن دي هنجبها منين ندخل هنا على داتا وبعدين نختار what if analysis وبعدين نختار goal seek هيظهر عندي الويندو دا هبدأ ادخل البيانات في الفانكشن دي ببساطة بحدد له ان انا عايز النتيجة اللي تطلع في السيل دي تكون الفاليو بتاعتها بنيجاتيف 2917 زي اللي حددها البنك عن طريق انه هو يغير قيمة معدل الفايدة السنوية فلو ضغطنا كده اوكي هنلاقي الرقم دا بيتغير لغاية ما وصله 25% علشان يجبلي القصط الشهري 2900 يبقى احنا كده ببساطة عرفنا ان البنك بيدعي ان هو بياخد 15% في حين ان هو فعليا بياخد 25% يبقى ناخد بالنا لما نجي نتعامل مع البنك ان القيمة اللي البنك بيقولها دي قيمة مش حقيقية وطبعا دا المنطقي ان هو مش معقول هيديلك 20% وياخد منك 15% الحقيقة زي ما شوفنا كده في المسألة دي ان هو بيديلك 20% بس بياخد منك 25% وبيدعي ان هو بياخد بس 15% بس طريقة الحساب بتكون غير صحيحة فبالتالي قيمة القصط بتطلع كبيرة لان معدل الفايدة الفعلي اللي هو بيحسب عليه هو 25% اتمنى تكونوا استفدتوا وتاخد بالك وانت بتتعامل مع البنك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر